اشتركوا في القناة اليوم راح ندير بهذا الكاس لابنات راح ندير خمس كيسان انتع السكر راح ندير خمس كيسان انتع السكر بهذا الكاس انتم ما تقيسوا بص يعني بالكاس اللي تحبوه صغير تحبوه كبير عندي حبة قارس وعندي افتاته تاع هذا تاع الشب ما نشعرف نازي كيف هي كيف هي سميوه دقوا نحط الكسرونان تاعي على النار ونبدأ نكب في هذا الكيسان انتع السكر تاعي هذا الثاني يعني هذا العسيلة راح تخرج وش نقول لكم هايلا هايلا تبعوا لما راح البرك هذا الرابع وهذا الخامس في خمس كيسان انتع السكر اللي بنات راح ندير كاس ونص انتع الماء يعني لازم تحفظو هذا في نص في هذو كل خمس كيسان انتع السكر راح ندير كاس ونص انتع الماء هذا رو كاس وهذا النص يعني راح ندير كاس ونص في هذو كل خمس كيسان انتع السكر ونحركو نحركو مليح مليح ونبعد البنات نجيب هذيك الحبات على القارس نقسمها على زوج نص في البنات راح نحطه هكذاك ونص هذا الزوج راح نعصره يعني راح نعصره نوره ما لحتى لو كانت طيح القشور تاع القارس راحين يعني راح نصفوه يعني ما تخافوش منه نعصره مليح هذيك النص فتاع القارس كامل نعصرها ونخليها تغلي يعني عسيلة يمنين ذاك الواحد يكون عنده وصفة تعام عسلة وما يكونش ما تكونش يعزع ما تكونوا ما عندك شدرالي باش تبع فيهم لي الحانوت ولا بل خفت وجدي عسيلة في الدار تاعك تجي يعني ما عندي ما نقولك فيها عسيلة هايلا وتخرج كيماء انتع اللي تتبع في الحانوت اللي بنات بعد ما بدت تغلي هذا العسيلة نتاعي بدت تغلي كاميرا كما راح تتخرج في الفقاعات وش ندير نقص لها للنار شوية منقول لكم شاناش حال تقعد على خطر شكل واحد والكيفية نتاعه كي ديلي قل من هذا الكيفية راح تطيب لكم بالخف 12 كي ديلي قل من الوقت يعني 1 في potencial 10 بحضو richtige وبدت تاخذ هذا اللون يعني لو ترون به الذهبي هذا نزيد انا منش حب انتوما wähا كيفاش يعني الللاو اللي تقهو له يا راح نديرها تخرج حمرة كي ما اللي تبع برا راح نزيد لها شوي كي وصلت لي هذا القوام اللبنات كما راكم تشوفو جات حمرة وكي تزيد تبرد راح تتولي يعني ما شاء الله وش ندير اللبنات نقصلها للنار يعني هذا المرحلة شوية ردوا بالكم نجيب اللبنات كاس ناقص زوج سبع ما سخون كاس ناقص زوج سبع ما سخون وندر في هذيك القطعة انتع الشب ونجيب مغرفة ونحركها هكذا البنات كما راكم تشوفو نحركها كي ذو بلي هذك الشب البنات يعني يستحسن تنحو الكسرون انتعكم تنحوها من النار باش كيتفرغوا هذك الماء يعني ما يقيسكمش نفرغ هذك الماء انتعي بعد مذاب الشب نفرغ الماء هذك انتعي في فوق هذك العسيلة ونخلط كي ما راكم تشوفو اللبنات يعني هذا المرحلة وش تديرو غير ترفد الغليين طفو عليها كي ما راكم تشوفو انا غير بدت تغلي ننطف عليها تحوسوها يعني كما تحوسوها كما القوام اللي اني درت هنا تحوسوها خفيفة على هذك تزيدوا لها كاس ونص انتعي الماء انا رايح ادرت لها قدت لكم كاس ناقص زوج سبع انتعي الماء ما سخور وفي هذك القطعة انتعي الماء ومن بعد اللبنات نصفوه قبل ما يبرد باش تغبطن العسيلة بالخف وهذا هو القوام اللبنات كيف هجا يعني كتاعي يخلو البركة شوفوا العسيلة كيف هجات اللبنات وش نقولكم جات هايلا هايلا كما العسيلة اللي تدبع برا انا حبي تعمت باش ندير هذ اللون الاحمر هذا يعني جات ما شاء الله اللبنات وش نقولكم اه 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 الا اعجبكم الفيديو التاع اليوم اللبنات ديلوا ليجا واشتركوا في القناة انتعي اه اه ونقولكم مع السلامة شكرا اشتركوا في القناة انتعي اه 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 ترجمة نانسي قنقر